البحث عن قطاع لا يعاني أصبح شبه مستحيلا فليست الأزمة الاقتصادية وحدها هي التي تؤدي بالقطاعات إلى التهلك أيضا لدول الجبار دور لا يستهن به بالأرقام ينتج لبنان ما يقارب 120 ألف طن من الموز ويستهلك السوق المحلي بين 40 وال50 ألف ويصدر الباقي إلى الدول المجاورة وتستحوز السورية على القسم الأكبر من السادرات فلماذا توقفت وما هي الأسباب لدينا مشكلة بالتصدير على سوريا هو موضوع تمويل الإجازات الاستراب هذه عم نواجه مشكلة فيها المفروض هو المصر في المركز السوري يعملون لنا آلية شوي خففه من تمويل الإجازة الإجازة الاستراب لأن التاجر السوري لا يمويل مصار يحط ليمول الإجازات كانوا كل المصار اللي معه كتاجر سوريا حطوا تمويل ولغاية الآن ما صرفونا شيء من الأموال اللي يعني من شهر 11 لشهر 12 يمكن بعد إنها من آخر 11 شهر 12 كامل شهر 1 كامل ماذا عن حال التصدير لباقي دول جوار؟ وهل الموز اللبناني جاهز للمنافسة؟ السوق المحلي مثل ما بنعرف ما بيستوعب كمية الموز الموجودة لدينا أكثر من 120 ألف طن في لبنان لبنان بيستهلك تقريباً بحدود الأربعين للخمسين ألف طن أو أقل بس على مدار 12 شهر بينما هي الزروة الإنتاج كموزاً يبدأ من أول عشرة لثلاثين أربعين كذر وتنتاج تقريباً في محدود من السبعين إلى ثمانين ألف موز فائد عن الحاجة للاستهلاك المحلي بشكل عام يعني بخبرتنا اللي صار إليها أكثر من عشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة السوق الأساسي لتصريف الموز اللبناني هو سوريا بيجي حدو لأردن العراق قليل لأنه الموز الأجنبي بيفوت على العراق من دون جمروك فنحن كموز لبناني علينا كلفة فما فينا نشابه الموز الأجنبي للإكوادوري لأنه كلفتهم أقل هن التروبيكال أو ساب تروبيكال كلفتهم أقل من الانتاج اللبناني صعوبات كثيرة تواجه زراعة الموز فما هي أبرزها؟ أنا مشكلة بموضوع الكلفة عم تزيد الأسمة غليت الكلفة بالدولار زادت كأنتاجية زادت الكلفة الأسمة كلها صارت بالدولار وضوباليت في مطارح أكثر من ضوباليت مازوت بالدولار كمان زاد ما عارفين السنة الجاية ونراحين بالإضافة طاقس السنة كمان الساعة اللي إجيت على مراحل والله يصطر من اللي جاية كمان بتأثر على إنتاجية السن اللي جاية أنا كنا من الدعمين ومن الأساسيين بموضوع تطوير الأصناف لنقدر نفوض على أسواق أبعد من الوطن العربي أو أبعد من الجيران ما توفقنا لأنه كلفتنا عالى يعني كاعدة لنا مليارات راح أتقيمتها وأنا كمصدر هؤلاء اللي كانوا يدعموني أو هؤلاء اللي كانوا سند لقليبي أني صدر واستمر بالتصدير أمام كل ما تقدم على المعنين في لبنان اللي عملوا سريعا على تطوير زراعة الموض وإجاد أسواق بديلة تستوعى بالإنتاج اللبناني وإلا سيلحق الموض بباقي القطاعات وعليها العوض